نهاردة فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في أسر الاتحادية السيدة ميت فريدريكسون رئيسة وزراء الدنمارك اللقاء شهد جلسة مباحثات منفاردة بعدها حصلت الجلسة الموسعة اللي ضمت الوفود بتاعة البلدين بلدنا والإخوة الدنماركية أعرب الجانبين عندنا وعندهم عن التطلع إلى أنه تسهم هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية لمصر في تعزيز علاقات الصداقة ما بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات وكلمة مختلف المجالات حط تحتها 200 خط ليه يا فندم أقولك لأنه مختلف المجالات هي مش بس الاتفاقات المعلنة والشغل والاقتصاد لا هو فيه قضايا تهم مصر والدنمارك وأوروبا وبالتأكيد أنه هذه القضايا اللي بتهمنا إحنا والأوروبيين والدنماركيين دي اللي تم الكلام فيها مع فخامة الرئيس في المباحثات المنفردة عندنا علاقة تقريبا 65 سنة تمثيل ديبلوماسي ما بين البلدين ما تمش استثمارهم كما يجب زمان الاستثمار انت شايف بوادره دلوقتي يعني رئيسة وزراء الدنمارك جاية قاهرة ليه هي مش جاية علشان تتناول الغداء وتروح ولا جاية تتفسح في مركب نيلي هي مش هاتيجي غير لو هذه العاصمة هي عاصمة شديدة الأهمية هي مش هاتيجي غير لو دي عاصمة من عواصم صنع القرار هي مش هاتيجي غير لو هذه الزيارة تؤدي إلى إثمار مشترك طيب التناول أو تناول هذا اللقاء مجالات التعاون التنائي المشترك ما بين مصر ودنمارك خصوصا في تعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر قطعات حيوية نقل شحن بحري طاقة متجددة ونظيفة طيب بيأكد فخامة الرئيس إصرار وعزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة اللي موجودة عندنا هنا في مصر بما في ذلك إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن كمان تم التباح وتحول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ وهنا رئيسة الوزراء الدنماركية أعربت عن تقدير شديد لدور مصر في العمل المناخي الدولي وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ قاب 27 اللي كانت عندنا هنا في شرم الشيخ اللي هي أول قمة تنفيذ مش مجرد توصيات وعلى الحتة دي أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة أيضا ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللي بتفرضه هذه الجهود من أعباء مؤكدة إن مصر شريك حيوي للقرة الأوروبية في هذا الملف الهام الجانبين نقشوا كمان تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ده اللي كنت بقولك عليه حصلت مباحاتات سنائية منفردة خصوصا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واللي بتفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي سؤال بعد إذنكم سؤال يعني هذه السيدة الدنماركية اللي هي رئيسة وزراء الدنمارك بتتكلم على إنه الأزمة الاقتصادية عالمية هي اللي بتقول ده مش إحنا اللي بنقول وبتقول تحديات شديدة وصعبة في إيه؟ في الغذاء وفي الطاقة ده نفس كلامنا